الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مشكلة الأفلام الإباحية أن هي بتعملك حالة عالية جدا من السعادة وهي حالة غير طبيعية بمعنى فيه هرمون بيسموه هرمون السعادة أو الأطباء بيسموه الدوبامين الأفلام الإباحية لما أنت بتتعرض لها بتعملك إفراز عالي جدا لمادة الدوبامين ديت هو ده اللي بيؤدي الإدمان وده معناه أنك إنت لو شفت الأفلام ديت أو تعرضت لها كتير هيؤدي بيك إنك إنت مفيش حاجة تعوضك عن إفراز هرمون السعادة دوت أو مفيش حاجة توصلك لنفس الحالة من السعادة وبالتالي بتضطر إنك إنت ترتبط بالفيلم دوت وبعد كده الفيلم دوت هو نفسه بأشي كفيك هتنتقل لفيلم أعلى وفيلم أعلى لغاية ما توصل لحالة من عدم الإشباع الكامل كذلك زي المخدرات زي الخمر نفس الطريقة في الإدمان هو هرمون السعادة دوت في رمضان فرصة مهمة جدا أنك إنت تتخلص من مشاهدة الأفلام الإباحية ديت دايما بيبقى التحدي تحدي في مشاهدة الأفلام الإباحية في نقطة واحدة هي النقطة الحرجة إيه النقطة الحرجة؟ هي النقطة اللي كنت عايز فيها تشوف الفيلم أو خدت قرار إنك إنت تشوف أو إنك إنت تعمل عدس سيئة أو 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 اللقطة ديت بتبقى سببها إما إنك إنت شفت مشهد مفاجئ أو حالة ملل شديدة أو إنك إنت متعصب أو غضبان كل واحد ليه دخلة معينة بيبدأ فيها الطريق دوت الخلاصة أن مهما كانت النقطة أو كانت سببها أو كانت بدايتها إحنا محتاجين نوصل لحاجة واحدة بس محتاجين نكسر الحلقة ديت الحلقة دي لو اتكسرت وتعودت إنك إنت تكسرها وتنجح في كده حتطلع من أثر الأفلام الإباحية المتخصصين يقولوا إنك إنت لو قدرت إنك إنت تفصل لمدة ربع ساعة بعد ما بيجي لك الشعور دوت أو الرغبة العارمة في إنك إنت تشوف الفيلم الإباحي أو تعمل عدد سرية لو قدرت تعمل نشاط مختلف لمدة ربع ساعة ففي العادة بعد الربع ساعة بيحصل لك فطور عن الرغبة ديت إذن لما تحس الموضوع دوت جالك لو جالك عن طريق أن أنت تعرضت للمشهد أو فيلم أو حاجة زي كده على اللاب أو على الموبايل لازم لازم تقفل الموبايل حالا أو لازم تقفل اللاب حالا لو جالك بسبب رغبة بسبب ملل أو بسبب غضب أو 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 لازم أنك إنت تبدأ حالا تنفذ نشاط مختلف لمدة ربع ساعة أقعد مع أسرتك لمدة ربع ساعة انزل من البيت لمدة ربع ساعة على الأقل ممكن أنك إنت تعمل أي نشاط بتحبه لمدة ربع ساعة فيه نصيحة جميلة بينصحوا بيها المبتلة بالموضوع دوت إنه يكون ليه واحد زميله هما الاتنين فاهمين بعض وهما الاتنين بيحاولوا يتعافوا من المواد الإباحية ديت فممكن يساعدوا بعض بمعنى لما أنت تحس بمشكلة هتتصل بيه وتقول له اتكلم معي شوية وتعودوا تتكلموا ربع ساعة هو فاهم بيكلمك ليه وانت فاهم كلمته ليه وتعودوا تتكلموا ربع ساعة في أي موضوع يشجعك ويفكرك ويحمسك وكده وتعودوا تساعدوا بعض الغيط من ربع ساعة يتعدي أو في فكرة تانية إنك إنت يبقى فيه ورقة معاك كاتب فيها إنت ليه عايز تبطل تشوف الأفلام اللي بحية ديت وإيه أضرار مشاهدة الأفلام اللي بحية ديت لما يجي لك الرغبة دي هاتي الورقة دي وأعود إقرار بصوت عالي وأتكرر على نفسك الإراية بإذن الله بعد فترة أو وقت يعدي هتنكسر عندك الرغبة ديت وعموما من العلاجات العامة إنك إعمل أنشطة تعملك سعادة لأنه هو إفراز الهرمون ده هو ده اللي أنت محتاجه يعني إلعب رياضة اعمل عمل اجتماعي اعمل أي عمل يسبب لك سعادة اقفل على نفسك أبواب الأفلام الإباحية خلي الباقة اللي معاك في الموبايل باقة سوشيال عشان ما تقدرش تخش فيها على أفلام إباحية نزل برامج حجب على اللابتوب بتاعك المهم إنك إنت تحاول تديق على نفسك جدا التعرض ولو حصل وحصل التعرض عندنا الحل بتاع الربع ساعة عادية بإذن الله تعالى يكون رمضان يعدي علينا نتخلص من العادة السيئة نتخلص من الأفلام الإباحية ربنا عافينا وإياكم السلام عليكم ورحمة الله